مع انقضاء فترة التمديد الثالثة التي أعلنتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لإجراءات حذر التجوال المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا أصدر المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية قراراً بتمديد إجراءات الحذر حتى الحادي عشر من أيار مايو القرار تضمن فتحاً جزئياً لمعظم الأنشطة من خلال تسهيلات جديدة شملت أصحاب المهن والمحال التجارية مع ذات التسهيلات للمزارعين والأيد العاملة معهم في التنقل من وإلى الأراضي الزراعية وبحسب القرار الجديد فإن حذر التجوال يبدأ من الساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي فيما يستثنى من رفع الإغلاق الجزئي المقاهي والمطاعم والكافيتريات ودور العبادة والمدارس والجامعات كما تبقى المعابر الحدودية مغلقة والدوام في مؤسسات الإدارة الذاتية معلقاً باستثناء الخدمية والصحية حتى صدور قرارات بشأن ذلك كما يمنع بحسب القرار العبور والتنقل بين كافة الإدارات الذاتية تيلة فترة الحظر باستثناء تنقل سيارات التي تحمل المواد الغذائية والصحية والفيول والمحروقات وتستثنى مقاطعة الحسكة من التسهيلات والمواعيد الجديدة لساعات الحظر بسبب ظهور حالات إصابة بالفيروس فيها على أن تتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة من قبل إدارة مقاطعة الجزيرة ونستقرار الإدارة الذاتية على التوصيات السابقة ذاتها بشأن إجراءات الوقاية والتباعد والتعقيم في كل من الأنشطة المنصوص عليها في التسهيلات الجديدة